وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو دكتور يوسف لنطيل الأستاذ بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت مرحب بك دكتور يوسف سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أسس إلى مبادئ أو خارطة طريقة للاستثمار في الإنسان أيضا اعتبر أن المساهمة في غاثة المنكوب في أي مكان هو عمل مبدئي يجب على الجميع المساعدة فيه وسمو الأمير لم يألو جهدا في هذا الاتجاه كيف ترى هذه الاستراتيجية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما في شكل حقيقي أن نحتفل اليوم بتقليد سمو الأمير يعني الحقيقة هذا الاستحقاق العالمي وهو حد تاريخي غير مسبوق يعني يحصل سمو الأمير والكويت تكون مركز للإنسانية وكذلك سمو وقائد العمل الإنساني طبعا إذا نظرنا لهذا الجانب لو نعيد قليلا إلى عام 2009 عندما يعني بادر سمو الأمير باتضافة مؤتمر القمة الاقتصادي يعني في هذا الباب سمو الأمير ركز على قضية أساسية محورية هي قدر الشباب ودعم الشباب وتوفير الفرص العمل لهم والعيش الكريم لهم وتم الحقيقة في هذا المؤتمر إنشاء صندوق لرعاية الصناعات المتوسطة والصغيرة برأس مال مليار دولار أمريكي وهذا يبين الحقيقة الهدف الأساسي اللي يسمو الأمير منه أن يعطي فرص الحقيقة للشباب للتنمية المعرفية الاستثمار لتنمية اقتصادية لتعود على هذه الدول النامية من خلال المشاريع اللي رح تدر عليها عائد كبير جدا وترفع المستوى الطاقات الشبابية والقدرات والإمكانيات في هذه الدول وهذه نظرة ثاقبة لسمو الأمير في تركيزه على هذا الصندوق واهتمامه بالجانب الاقتصادي والمعرفي ورعايته مبادرة الحقيقة لأكثر التمرين للقمة الاقتصادية رعاهم سمو الأمير هنا في الكويت بدعوة كريمة منه تؤكد اهتمام سمو الأمير بالجانب الاقتصادي والجانب الإنساني ورعاية الإنسان والاهتمام بالإنسان وبناء الإنسان وهذا الحقيقة يعني محور كبير جدا يعني ظهر أثرة بشكل واضح على الدول النامية باهتمامات سمو الأمير بقضية الإنسان ورعاية الإنسان وصناعة الإنسان الحقيقة قبل أي شيء محوري باعتباره هو ثمر الأساسية لنجاح الدول واقتصادياتها نعم لا شك بأن الدبلوماسية الإنسانية تؤثر بشكل إيجابي وطبعا لها مردودها الإيجابي بين الدول كيف ترى ذلك؟ طبعا لا في شك أن الدبلوماسية الإنسانية الحقيقة لها دور كبير جدا في العلاقات الدولية يعني كثير من المنظور يركز على جانب السياسي والعلاقات السياسية لكن نحن اليوم من خلال الدور الإنساني سمو الأمير عندما وصل إلى الشعوب وصل إلى الإنسان وصل الناس أصحاب الحاجة وأصحاب العوز ووفر لهم الاحتياجات والإمكانيات وعمليات الإغاثة والدعم المادي اللامحدود تقدم دولة الكويت الحقيقة لرعاية كثير من الدول النامية في هذا المجال هذا أثر في سلوك الناس في معرفة الناس بدور الكويت وريادة الكويت الحقيقة لتقديم هذه المشاريع للناس أصحاب الحاجة وبالتالي هذا دعم دور الكويت سياسيا وأسس لنشاط سياسي ومعرفة بأهمية هذه الدولة ودورها الرائد وقيادة السمو الأمير الحقيقة لمثل هذه الأعمال وبالتالي اليوم أصبح هناك رابط كبير جدا بين الشعوب وبين العلاقات السياسية وبالتالي لا شك أن النشاط السياسي والعمل الإنساني دور عالي جدا في دعم العلاقات السياسية والتقارب بين الشعوب وإحساس الشعوب الحقيقة باهتمامات الدول الأخرى فيها ورعايتها وهذا ما كان سمو الأمير يطمح له من خلال وصوله إلى الإنسان نعم دكتور يوسف على نهج سمو أمير البلاد حفظه الله ورعا الإنساني أيضا سارت المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية على هذا النهج الخيري ولها بصمة الآن في كل مناطق الأحداث أو المناطق التي تحتاج إلى مساعدات مناطق الكوارث أو مناطق المجاعات كيف تنظر لهذا النهج؟ طبعا الحقيقة الكويت نحن نفخر الحقيقة أننا لدينا جمعيات مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية وإغاثية كثيرة جدا وهذا دليل اهتمام القيادة السياسية على رأسنا هذا صاحب السمو الحقيقة برعاية العمل الخيري وتوفير النشاط الأهلي الخيري لذلك هذا النشاط الخيري الحقيقة وصل إلى هذه الشعوب ووفر لها احتياجاتها قام بعمليات إغاثية أيضا عالية جدا ساهمت في الحقيقة تلميع صورة الكويت الحقيقة ووصول الاحتياجات الفعلية لهؤلاء الناس وهذا عزز أيضا من دور الكويت الإنساني لأن الرعاية ليست فقط على مستوى الدولي كدولة ولكن أيضا رعاية على مستوى جمعيات على مستوى مؤسسات مجتمع مدني استطاعت أن تصل لهذه الشعوب وتوفر لها احتياجاتها وترعاها أسريا ماديا توفر لها المدارس الصحة لدينا الحقيقة حتى جمعيات كثيرة خيرية ومتخصصا مجالات متعددة وهذا يبين الثراء الكبير اللي اهتمت فيه الحكومة بالقيادة السياسية لحد صاحب السبو فيه قضية الحقيقة رعاية العمل الخيري والاهتمام فيه لأنه داعم رئيسي للنشاط الخيري الإنساني الكويتي وبالتالي هذه المؤسسات رفعت سبعة الكويت عاليا ووصلت احتياجات هذه الدول والإنسان البسيط اللي يحتاج إلى هذه المساعدات فلا شك أن هذه اللبنة كبيرة جدا في مجال العمل الإنساني التي سموه الأمير الحقيقة مهتم فيها وفاتح المجال للجمعيات للتحرك لتوفير كل احتياجات هذه الدول اللي غاثية والإنسانية بكل وسائلها المختلفة نعم دكتور يوسف المطيري الأستاذة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت شكرا لك حضورك هنا لهذا الاستوديو والحديث في هذا المجال شكرا لك شكرا لك